يجي مثلا كابتل حسام حسن مديل فاني منتخب مصر جاء اي جهاز فاني كابتل حسام او غيره يعني يقول لك انا محتاج اخد اللعيبة بتاعتي ايام بدري شوية عن الاجندة الدولية عشان محتاج اعود معهم شوية اشتغل معهم شوية احطهم في معسكر شوية اشربهم افكاري شوية وهم حاجة احنا كلنا بنلعب كرة ليه جملة الشجيرة عشان منتخب مصر ده حقيقي يعني مش حاجة مش حاجة هزار يعني بس هنتعامل ازاي مع الوضع ايضا هي النقطة مش حاجين نبقى منفصلين عن العالم هل ده بيحصل في اي مكان في العالم مش موجود هل منتخب مصر لما بيجي يتجمع عشان اي مطش ودي او اي بطولة او اي طاقب دول بيقدر يروح جيب اللعيبة المحترفين قبل معادة المعسكر بيوم واحد مستحيل ده مش موجود في اي مكان في العالم ومدرب المنتخب بيبقى شخص هو جاي عارف ادوار محددة ان هو يبقى عنده قدرة ان هو يوصل افكار بسيطة جدا وسريعة جدا اللعيبة في وقت صغير جدا ينفزوها في ارضية الملعب عشان كده او على سبيل المثال مش فيناش بيبقى وارديولا بيمسك اي منتخب لانه بيبقى وارديولا مدرب عايز اوقات كتير جدا جدا عشان يوصل افكاره للمدربين فبالتالي هو مدرب المنتخب هو دوره دايما يقولك ليه دايما بيقول ده مدرب منتخبات مش مدرب عندها لانه هو مدرب عنده افكار بسيطة جدا بيقدر يوصلها في وقت محدد جدا جدا بيقدر يتعامل فيه مع اللعيبة مفيش حاجة او ممكن نقول عليها هو ده ولا عليها الزمن الجزئية ان احنا طب ما تيجي قبل المعسكر ننضم قبله بخمس تيام وست تيام وعشر تيام عشان نبدأ نشتغل على اللعيبة انا من وجهة نظري فكرة ان المعسكر اللعيب يفضل في معسكر عشرين يوم من غير ما بيلعب اي مطش لمجرد بس ان انا بشرب افكاري ده مش صحي للعيب على المستوى الفني ولا على المستوى البدني الافضل ان هو يفضل يشارك في المطشاط لحد ما يجي وقت التوقف الدولة يروح ينضم للمنتخب فيروح منضم فت جدا للمنتخب انت مستلم التقرير البدني بتاعه تقدر تشتغل عليه فانا بشوف ان لازم من ضمن اللواقع زي ما قلنا ان احنا هنطبق لايحة على صارمة على كل الاندية حتى المشاركة في افريقيا يا جماعة الموعيد المحددة كلنا هنتزم بيها منتخب مصر طبعا احنا كلنا همينا المنتخب ويحاق نتائج كويسة بس زي زي كل المنتخبات الموجودة في العالم انت عندك مدة محددة لازم تستغلها وتشتغل عليها ان انت تحضر لعبتك خروج اللعيبة من انديته من يوم ويفضله 20 يوم لحد المطشف معسكر من غير ما يلعبه ده مش امر صحي نهائي لا فنيا ولا بدنيا بالعكس اللعيب بعد ما بيبقى واصل لفرمة بدنية كويسة وفنيا كويسة بيبدأ يتراجع من هو قاعد ما بيلعبش مطشاط وعمال يلعب تدريبات كمان انت ما بيبقاش دورك يا مدرب للمنتخب ان انت تعمل فترة اعداد باني كاملة للعيبة واللعيب جاي معد بدنيا انت يا دواج بتعمل تدريبات بتكمل على النادي بتاعه بيعمله وبتدوله شوية افكار فبالتالي الموضوع ده من الموضوع اللي احنا حطناها في الجدول لا مساز بيها لان اي يوم اي يوم الدورة يقف فيه زيادة هيعمل الخلل وبعدين مع كل توقف دولي هتزود خمس تيام للمنتخب زيادة خمس تيام للمنتخب زيادة احنا مبنلعبش كورة غير دور العالم احنا مش منعزلين عن العالم المنتخبات كلها ملتزمة بكده وحنا ضربنا المثل هل المنتخب لما بيروح يستدع اللعيب بيقدر يجيب محمد صراحة او عمر مرموشة او ترزيجيه ما بيقدرش استكملا لكلام ابراهيم ممكن ده كان يحصل زمان كان البطالكر مش كتير يعني مثلا كلما تشوف مثلا ايه من مصر بتشارك مثلا فري في دورة الابطال وفري في الكنفترالية بيقدر ان عندك اربع فرق بتشارك افريقيا عندك في بطولة عربية ممكن فرقة خمسة او ستة تشارك فيها عندك سوبر مصري من اربع فرق عندك كسعامل اندية انتركنتينتل عندك سوبر افريقي عندك بطولات كتير اللعيبة بقت بتشارك في بطولات كتير بالضبط عندك امور تسوقية بالضبط الامور تسوقية اختلفت تماما عن زمان يعني انت شوفوا المواتش الواحد بيبقى سعره كام بس الفضائق الحاجة كتيرة جدا انت لما تدي فرصة ان انت تودي اللعيبة المنتخب بحجة ان انا اخلي اللعيبة مع بعض تنسجم فترة اطول انت بتأثر على جدول الدوري ده بيأثر على امور كتيرة جدا بيأثر على اللعيبة نفسها بعد كده بالضبط بيأثر على اللعيبة نفسها اللي تمشي على خطط بدنية احمال بدنية خطط لا انا بتضغطها بعد كده انا عملت تأجيلات فبتضغطها فتجي تستدقيها تاني بالضبط